انا عشم كبير او فيك يا معلم زين يا عم عبدالله الشغلة ممشيش بالعشم ده انا مكرمك في الفلوس ده يمسك يا راجل عايز فلوس اكتر هات بضعة اكتر قولي يا رب يا معلم زين يا رب يا ماغز يا حاجة الحرب يوصل طيب فرزوا الحاجة دي ويجمعها مع بعض على ماجه بلازن يا عم عبدالله موضل يا معلم زين كنت فين يا عم كلدي كنت بقابل اماني وعرفت حاجة البنت ما عنداش اي فكرة عن حقيقة نعيم السيوفي ده متأكد يا حربي تحبت قابلها انت كمان بنفسك عشان تتأكد يا زين يا عم خلاص يا عم كل ما جيب سريتها تتعصب كده مادم انت قلت كده خلاص مصدقك يا صاحب هم عليها ما جاتش النهاردة ولا ايه لا ما جاتش بس سعلت عليك مئة مرة وبتقولك فتح عليها ضروري باوصل اشوفها ايه زيها لما تيجي يا زينتا عشان نلحق انقابل عدلي بيه ونخلص معاه بس انك في العيشة بقى ايه واحد تتأخر ازاك يا زينتا ان شاء الله تسلم يا سيد الرجال هم علي معلمة فيه انا هنا انا هنا يا سيحد ايه بقى تتقل علينا ولا ايه معاش ولا كان اللي يتقل عليك يا سيد المعلمين مش باي شيعتلك كزا مرة مهانش عليك ترد علي ولا حتى تدرب تليفون والله يا معلمة كنت في مشوار مهمة واول ما رجعت وقدول ان انت طلبتيني جيتلك طوالي امسك ايه دول ده مبلغ كده صغير عشان انت وزين تشتروا عربية بدل التحرمت كتر خيرك يا معلمة خلي فلوسك معاك الله هتكسف ايدي ولا يا حربي مش القصد والله يا معلمة بس الحمد لله يعني مستورة وخرك علينا بالهبأ ويعني لو احتاجت لأي حاجة هقولك يا حربي انا اللي عندي عندك ولا انا بملكه اطلوبه في اي وقت عمري ما هقولك لا ولا هرجعك عارف والله يا معلمة عارف بس يعني انا لو احتاجت اي حاجة من نفسي هاجي اقولك على طول وانا كل منا يا معلمة والله ان انا ازود لك فلوسك ما نقصهاش واكون سنتك في الدنيا ربنا يخليك لي حربي ويكرمك ويوص عليك ربنا يخليكي هي احلى معلمة فيك يا مصر انا صحيح انت ما قلت ليش المعلمة كانت عايزة منك ايه ابدا عايزة تديني فلوس عشان اشتري عربية جديدة انتقدر للمخروح بتاعتك اللي اتحرقت دي طيب ايه فين الفلوس نعم انا ما اخدتهش ما اخدتهش ليه حربي يا جدعي بطل تفاصل ده الصندوق اللي تحت السريب بعملان اللي تم بتعينه والفلوس هتفوته من جوايه ولا انت عايز تتكاومهم في بعض كده وخلص يا جدعي انت هتقر ولا ايه زيت الخير خيريني عم حاربي يا راجل بطل ده ناوة فك عن كيسك اسمع احنا بكرا سعيدني وانا بفلابس الجاكيت تادي احسن ايه بكرا لو احنا جيب لنا عربية جديدة تريب المامة حاجة ضرب دور خد نشوف لنا سكن تاني بدل العيشة دي حيلك حيلك ايه انت عايز تفتكليل اللي حلتنا ولا ايه وبعدين بص كده عم حاربي عيشة جميلة ولنا فيها ذكرات زي الفل ومن فتق دي متاهة صاحب مش كده ولا ايه يا زين يا زين يا حبيب قلبي مثلا بيقولك ايه يلعن ابو القرش اللي ما ينزهش صاحبه وظن احنا بعد المر اللي شوفنا بعيشتنا ده من حقين يعني ننزه نفسنا شوية وبعدين نصرف ما في الجيب يأتيك اما في الجيب مش كده ولا ايه يا شعر انت يا حلوة جميلة Хорошо, أم حرك! ننزل... ما ننزلش... بكرة ننزل نشتري العربية... ...اللي على كيفك واللي على مزاجك بس الشقة هنأجلها شوي! ماشي! يلا! زي ما اتفقنا يا عندر... ... اللي هو مدينة قسمها سوى أ игрقأت مع فيها الواحدة... ... إحنا متفققك حبيبي... و لو حصل... أنا اللي حدير المسابك، بس طبعاً نسبتك محفوظة حبيبي نطلعوا الأول نشوفوا الحكاية دي بعدين نشوفوا حكاية النسب والدارة، مش هنختلف على رأيك مش هنختلف، ده انت حبيبي، يا الله السلام عليكم خير ايه اللي جابكم؟ وحشتنا، قلنا نيف نطلع عليك ولا ما كنتش عايز تشوفنا عدل بيه لا زيانا تحت عمركم، بس الحياة أنا عندي ارتباطات المارب عموماً احنا مش هناخد بنوقتك كتير هم كلمتين ورد غطاهم خير، خير، خير ان شاء الله احنا كنا جايين علشان عايزين نعرف الباشا عملين بارح مع العيلين دول الباشا قرر انه يجرب الولادين دول لفترة عشان كده طلب منه ابلغكم انكم تتعاونوا معاهم وتقفوا جنبهم وتساعدوهم كلام الباشا الكبير اوامر ولازم يتنفس طيب والمسابك، اتكلمت معا في موضوع المسابك؟ اتكلمت ها، وقالك ايه؟ هي حكاية المسابك دي متعقادة شوية تعد ازاي يعني؟ هو انت ما قلتلوش على الاقتراح اللي انا قلتولك الاقتراح انت قلته بتأخر او يا عزام عشان كده الباشا هفكر في ناس تانيين ناس تانيين؟ ناس تانيين زي مين يعني؟ هيا هيا خليهم بتحضروا ايه؟ بقى الجانبية عدول، بقى هم بحوت السلام عليكم السلام عليكم بل حباب كلهم متجمعين هنا هلالي حربي، هلالي نزيم زكا داشا زكا عن طربي زكا حربي يدو ما داشا عزام بيه؟ انست الله وقت لا ينسك يا باشا يا ترى بقى العود جاهزة حالك عفتاع عود المسابك وتعالك ايه؟ عود قري مسابك مسابك رشوان بيه؟ الله رحمه باش مش الطوبة من تحت راسه يا رب اصلا انا وزين بقى عبال عندك اللي هنمسك المسابك من هنا وطالعه الكلام الفارغ ده عبل بيه يا عامر الباشا الكبير يا عزام وهو عامر الباشا صيف على رأيبنا كلنا لا ايه للمسابك ده كلام فارغ الحكاة عيلت على الاخر ما تلمل سانك يا جدا عنك انت بتعلم صوتك علي يا ولد انت مش عالف تكلم مين؟ عزام يعني هكون ما اتكلم مين يا اخوي ابن بارم دلو ورا ما تحاولين نهار من اولا تمنين او رايح حبا فيه شغل بدكم ولكن تتعاون على اكمل وقت ايه؟ شغل شغل مع الجنبيه دول بس يا عزام ما تتكلم بأدب الاحسن ودي انا زين يا عدل ايبي احنا مفيش مشاكل بيننا وبين اي حد فهم حاجة بس ان النفوس تكون صافية من احيطه هو خلاص خلاص يا عاربي انا وعزام احنا اتعاون معاكم انا وفديوان بيكم كلام الباشا لازم يتنفذ مش كده قليه يا عزام نستغذين احنا عشان نشوف شغلكم شرف طبعات وخلونا على اتصال لا طبعا طبعا يلا يلا يا عزام سلام عليكم عليكم السلام يلا يا عزام يلا الراجل غتيته واخيك بصغر لنا ازاي يا عم يسيبك منه وخلينا بشغلنا يا باشا فين العقود لا يواصلوا العقود يا عدني عفتا ايبعد حدي يشيل الزبابة دي حالة يا باشا حالة طعا حالة اتنضف كل صفحة انت وزين في الاخر خالص فيه الطرف التاني توقع عليها ماشي لو معوظة بس باشا بالبدل علي طب باشا باشا نرى العهد الاول ونشوف بس مكتوف في ايه وبعد كده نمضي اه طبعا اياروا براحياتكم وخدوا اعتكم باشا بسم الله الرحمن الرحيم ايه دا يا عزام ما خصلتش حاجة انت عايز يحصل ايه اكتر من اللي حصلت عايز يحصل ايه الله رحمك رشوان كان عنده حق لما قالنه ما عايز ان ياخده مكانك وبكرة حيطمعه وياخده مكانك وبعدين مكاني يخلصوا مننا واحد وراتاني ايه دا يا اخوة ايه دا لما يحصل حاجة يمكن نتصرفوا معا انا لسه حستنى لما يحصل تاني انت عايز ايه عنطر لما يركبوا على كتافنا ويدلدلوا لما يضيعونا خالص رؤلت لك اهدأ قلت هالك مليون مره يا اخي بطلت الجنان دا ولا انت انسيت اللي حصل لرشوان لا يا حبيبي رشوان حاجة وانا حاجة تانية خالص انا بقى اعرف الساوي اعرف الساوي انا اخليهم يغلطوا وطوروا ساعتها بقى لما يغلطوا الباشا هو اللي هتخلصنا منهم وراجعنا بكرة تشوف عمدر بكرة تشوف بكرة تشوف قدرة باشا ايه مش فاضل با غير انكم طوبوا على الورع الساويارة والت ايدي باشا يا ربوس دي ورقة الضد ورقة يا باشا الضد يا زين دي ورقة تحفظ حق الباشا عشان لو حصل لا قدر الله حاجة كده وانا كده معلش يعني بالروح على عشان افهم بس يحفظ حقه ازاي يعني العقد اللي انتو مضيتوا عليه ده بيقول ان انتو دلوقتي اشتريتوا المسابق وبعد ملكوكم ها لكن الواقع غير كده الواقع بيقول ان المسابق بالارض بكل اللي عليها ملك الباشا الكبير نعيم باشا السيوفي الورع دي بقى بتثبت الكلام ده كم ده يا حربي استنى يا حربي يعني ساعتك عايز تقول ان احنا قراجوزات واجهة يعني ايوه يا زين انتو مجرد واجهة وبس ده الاصول اللي قلكو عليها الباشا اندارها بالليل فهمت الحبيبي فهمنا يا باشا فهمنا وما فيش اي مشاكل وهنمضيلك يا سلام وبإذن الله الورقة دي هتتشال ومش هتطلع تاني ابدا لان احنا ناوين نفدم الباشا بعنين وادي امضيتها ايه امضيتها ايه بإذن الله ربنا بقى عندنا مشاكل بقى مش قدر زينو اللي ايه بإذن الله ربنا بقى عندنا ابي الله مدين ابي الله مدين ابي الله مدين